وزير الخارجية الأمريكي مايت بومبيو يضع النقاط على الحروف بشأن حتمية بقاء بلاده جزءا من معركة التحالف التي تدور حاليا في اليمن في مداخلة الله ضمن ندوة نظمتها قناة ذهل الإخبارية الأمريكية من أبرز ما أكد عليه وزير الخارجية الأمريكي أن الصواريخ التي يطلقها الحوثيون من اليمن نحو السعودية تشكل تهديدا للولايات المتحدة لأن الطائرات التي تقلع من مطار الملك خالد في الرياض عرضة للخطر والولايات المتحدة ملزمة بحماية مواطنيها في إشارة واضحة إلى تواجد أمريكي في هذه القاعدة وذهب الوزير بومبيو إلى القول إن الدعم الذي تقدمه واشنطن للمملكة للدفاع عن نفسها ضد هذه الصواريخ الخطيرة هو الأنسب لمصالح الولايات المتحدة محملا في الوقت نفسه إيران مسؤولية استمرار الحرب في اليمن والمسؤولية كذلك عن تعطيل اتفاق الحديدة وذلك بإعازها للحوثيين بعدم مغادرة ميناء الحديدة كان قاسم سليماني وعلي خامنئي سعيدين جدا عندما صدر مشروع قرار عن الكونغريس متعلق بإنهاء دور الأمريكي في اليمن على حد تعبير الوزير بومبيو في ذات الندوة التلفزيونية لذا اعتبر أن انسحاب الولايات المتحدة من هذا الصراع الذي يعرض مواطنها للخطر سيجعل الإيرانيين يعتقدون أنهم انتصروا تصريحات تظهر اليمن أكثر من أي وقت مضى ساحة لصراع يبدو أن لا نهاية لها بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران وهو أمر يرى المراقبون أنه قد منح تحالف الرياض أبوظبي العسكري في اليمن فرصة للتملص من الإيفاء بالتزامات المعركة تجاه الدولة اليمنية بهذا الإغراق في إظهار الحرب على أنها مواجهة مع إيران في واشنطن المنقسمة على نفسها بشأن اليمن وفي الرياض كذلك تتبدى الأولويات مختلفة تماما عن أولويات اليمنيين المرابطين في جبهات القتال منذ نحو خمسة أعوام والذين يتطلعون إلى استعادة عاصمتهم ودولتهم وإنهاء الحرب التي دمرت كل شيء تقريبا وبانتظار أن يحسم البيت الأبيض معركته مع الكونجرس بشأن ضرورة بقاء الدعم الأمريكي للحرب السعودية في اليمن أو وقفه فإن الساحة اليمنية ستبقى تراوح على الوتيرة ذاتها من المعارك المتقطعة ومن التضادي في أهداف الأطراف المنخرطة في هذه الحرب التي يشكل حسمها معركة قائمة بحد ذاتها